هروح معاكم نتكلم في بعض الموضوعات اللي ليها تأثير على الساحة مؤخرة واللي أهمها هتقول لي انت يا عمّا ما بتزهقش لا ما بتزهقش أهمها زي ما حضراتكم عارفين التحكيم التحكيم اللي بيتعرض لهجمة شرسة جدا 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 وضغوط من المنافس طلبا للاحتواء والحكام بدوا يتأثروا بصراحة الحكام بدوا يتأثروا الحقيقة كتير شفنا الماتش اللي فات أخطاء كابتن وليد عبد الرازق حكم برات لاهلي ومصري نقف هنا بس عشان أنا ناس كتير جدا قالت إيه كابتن وليد عمل ماتش كويس أنا ما بحبش في الستوديو إن أنا إيه أحكم بسرعة بعد أتفرج مرة واثنين بعد الستوديو عشان أنا شوف بس إيه بشوف اللي عمله الحاكم وشوف إيه الأخطاء اللي حصلت في الماتش سواء مننا أو من الفريق الثاني أو من التحكيم ناس كتير جدا تلعط قد لك كابتن وليد عمل ماتش كويس طيب كابتن وليد لما يعمل ماتش كويس ويظلمني في إنزار إنزار ثالث للعيب عندي مش هيلعب الماتش الجاي ماتش الأهلي والزمالي هو ظلمني وعلى فكرة دي مش أول واقعة لكابتن وليد كابتن وليد كان ليه واقعة زي دي ماتش أمبي والدخلية ماتش أمبي والدخلية وكان فيه فاول في نص الملعب والكابتن وليد راح على طول مطلع الكارت الأصفر بس لقى قدامه ثلاث لعيبة مش عارف يدي الانذار لمين فلاقى واحد قدامه أسمر أفريقي رح مديله انذار قال له لا مش أنا رح منزل الانذار بس الواحد تاني لقى واحد عادي مصري وواحد أفريقي فرح مدي الانذار لأفريقي فالأفريقي مش رام حاجة فبيعمل له كده رح جاي مقايد الانذار لي والرجل راح عمل الفاول ما خدش الانذار ومشي فدي مش أول وقعة للكابتن وليد عبد الرازم والوقعة دي موجودة وموجودة فيديو وكان فيه تعليق لبعض النقاط عليها وبعض الإعلاميين عليها فدي مش أول مرة تعالوا نرجع للمبارة نفسها أنا يا سيدي ضيعت جوال وما جبتش جوال مليش دعوا بالنتيجة دلوقتي كرة بتاعت محمد مجد أفشا اللي خد عشرين غرزة ده عشرين غرزة ونزل ودم نزل من دماغه وعلى فكرة ده مش تصادم غير مقصود ده مش تصادم غير مقصود ده خطأ من حرس المرمى لأن للعب الكرة محمد مجد أفشا مين اللي ضربه حرس المرمى مش ممكن يكون محمد مجد أفشا عور نفسه وخد عشرين غرزة مش ممكن كرة دي لو بردت 18 وكرة مشتركة مع أي لعيب تاني بلاش حرس المرمى كانت حسبت إيه الوضع الطبيعي هتحسف فاول كرة دي بقى 18 فالوضع الطبيعي تبقى penalty الوضع الطبيعي تبقى penalty لأن كرة كان داخل منطقة الجزاء ولكن حكمه ولا كأنه شاف حاجة لهو ولا حكم الفيديو اللي هو بتاع الفار يبقى دا تأثير سلبي علينا ولا لا تأثير إيجابي دا لا تأثير سلبي طبعا يبقى الراجل دا أخطأ أخطأ وأصر على نتيجة المبرأة أنا يا سيد بيعت 500 جول بيعتهم بس أنت الديني حق أنا حتى لو ما كنتش كويس يديني حق ما أنا دلوقتي اتأثرت بقراراتك الخاطئة حتى لو كان قرار واحد حتى لو قرار واحد دا واحد في الماتش واحد بعد الماتش أو يعني في آخر الماتش إزاي بقى بحكم عام الماتش كويس أنا عايز أعرف إزاي إزاي كل دي من الضغوط اللي بتحط على الحكام يبقى فيها تأثير إيجابي لمن؟ للمنافس مش تأثير إيجابي لأي تأثير سلبي علينا كأهلوية وتأثير إيجابي للمنافس من الضغوط اللي على الحكام زي اللي حصل ما ليش داعه برضو بأي نادي تاني بس أنا بتكلم على وقاعة معينة زي اللي حصل في ماتش مبارح طرد علي جبر مدافع بيرامتز هل دا طرد صحيح؟ من قبلها كان فيه فاول على مهاجم المنافس ضد أحمد سامي راح وأعاقه أعاقه متعمدة لكن الحكام ما شافش طب دا من بروتوكولات يعني كان يحق لحكم الفيديو أنه يراجع تبقى البروتوكول لازم يراجع لازم يراجع الحكام دي وقعة والوقعة دي جاء منها هدف للفريق المنافس وكرة واضحة جدا جدا لكن حكم الفار ما تدخلش وكان مش حكاية هدف سوري كان التطرد علي جبر كرة علي جبر من قبلها في فاول من قبلها في فاول وفاول واضح جدا 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 دا في الديها 11 أو في الديها 10 يعني في بداية المباراة لكن حكم الفار لم يتدخل مطلقة طب لما تدخلش ليه يعني اللعبة واضحة مش محتاجة أي تفسير ايه اللي ما خلاش حكم الفار يتدخل وكمان دا مش احتكاك طبيعي زي ما قالولنا على كرة أفشة ومحمود جاد احتاجاك طبيعي زي ما معظمهم بيقولوا فاول واضح اعاقة واضحة لانه راح للعيب بيراميدز وتعمد اعاقته وكوعه في سدره كل دا كلنا شفناه إلا حكم المباراة وحكم الفار مش هنا مش هنا ما هو حكم الفار ليه دخل لان الكرة دي أصفرت عن طرد علي جابر في الديها 10 يعني فريق حيلعب من الديها 10 ناقص بيت المباراة ومباراة كان ممكن تطول زي ما حضراتكم شفتم بار انا مش بشرح تفاصيل لكن بوضح نتائج الضغط اللي بيتعرض له الحكام وحكم الفار عارف انه لو لغى الطرد وطلب كابتن محمود البنة تعالى عشان فيه فاول قبل الطرد على مهاجم المنافس عارف انه هيتسب ويتشتم ويطلع منتمي للنادي الاهلي ويطلع انه هو بينفذ كلام كلاتنبرج اللي جاي اصلا عشان النادي الاهلي طبعا هيددوله اتهامات لا حصرة لها مش هبقلك ايه ابعد يا عم عن الشر وغنيله على فكرة احنا واسكين جدا 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 في الكابتن محمود البنة كابتن محمود البنة من احسن الحكام المصريين لكن هو ما شافش اللعبة طالما ما شافش اللعبة هو الفار ده معمول ليه يعني انا عايز اعرف الفار في مصر معمول ليه يعني الفار المفروض يرجع له ويقول له كان فيه لعبة قبلها كابتن وحصل فيها كذا 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 قبل الطرد اكيد كان هياخد قراره بعد كده لو رحش في اللعبة بإلغاء الطرد لكن زي ما قلت لحضراتكم حكم الفار قال لك يا عم اشتري بالي اشتري دماغي اشتري كرمتي وانا مالي ما هو البنة هو اللي ايه حيلبسها طب ده منطق هل ده منطق طيب حكام الفار باش حكام الفار بتاع مبارح حكام الفار هو كل تفكيرهم هو ان انا اكبر دماغي كل تفكيرهم ان انا اجامل نادي على حساب نادي ما انا عم خايف هيجي للكلام وحشتم وممكن اسسب بالأب والأم فاكبر دماغي احسن شايفين الحكام يعني بصراحة فيه اخطاء واضحة جدا 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 وبتأثر على نتاج المباريات والحكام كمان والحكام كمان بدل ما في وقت من الاوقات نحاول ان احنا نقف جنبهم او يعني نشد من قدرهم او نقولهم يعني نحاولوا تحسنوا شوية واحنا هراكوا لا تلاقي هجوم من قناة المنافس على جميع الحكام في مصر جميع الحكام وحضراتكم شايفين اللي الحكام بيتعرضوله انا لن بجي اتكلم هنا بتكلم على وقعتين انما قناة المنافس بتضغط على الحكام ضغط جامت جدا 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 عشان يجوا على النادي الاهلي وبرده هتكلم تاني واقول حتى لو النادي الاهلي وحش حتى لو النادي الاهلي بيضيع اهداف يديني حق يا سيدي ما أنا ممكن أكون وحش وأكسب مش مبرر على فكرة عشان ما حادش يطلع لي بعد كده يقول لي هو أنت كل حاجة بتبرر عشان خاطر حاجة لا 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 أنا مبررش حاجة خالص بس أنا ممكن أكون وحش وأكسب ممكن بضيع أجوال لكن تجي لبنالتي ممكن تكسبني الماتش ممكن أنا عايز حقي ودي الخصمة حقه ومع ذلك الاتهامات مش عايز أقول بقى اللي هي يعني تجاوزات هنقول تجاوزات هنخليها تجاوزات فحق الحكام من قناة المنافس حدس ولا حرب فيش حد بيدفع عنهم ولا بيقول كلمة حق في حقهم يعني حتى اتحاد الكرة اتحاد الكرة مالوش دور مالوش دور في حماية الحكام خالص وبيسمع عشان تايمهم وتهزيهم واتهاماتهم اتهامات ليهم يعني ولا حد قال كلمة ولا حد طلع دفع عن الحكام طب مالحكم هايقول لك إيه يا عم اشتري نفسي بدل ما تبذل ما تبهدل الوضع الطبيعي هيعمل كده اشتري دماغي إذا كان اتحاد الكرة ما بيدفعش عني وشايف ان انا بتهاجم وشايف إساءة يعني بالأب والأم ولا حد بيفتح بقه خلاص حيقول لك إذا كان اتحاد الكرة نفسه ما بيدفعش عن نفسه اتحاد الكرة نفسه ما بيدفعش عن نفسه معوضاء الاتحاد بيتعرضوا لإهانة زي ما حضرتكم بتشوفوا بتسمعوا ولا حد منهم بيرد يبقى حيردوا على الحكام ما الحكام يقول لك خلاص يعني إذا كان اتحاد الكرة نفسه ما بيردش أنا كل ما أخشأ استمرار تأثير الضغط والهجوم على الحكام لأن الضغط والهجوم على الحكام واضح جدا 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 طبعا المطلوب إنك تظل من نادي الأهلي زي ما عمل كده وليد عبد الرازق اللي هو قالوا عليه إنه هو عمل ماتش كويس مش عارف أنا ماتش جيد هو ماتش جيد معناها إيه أنا عايز أعرف يعني واحد جامل المنافس واحد إدى اللعيب عندي ما يستحقش ياخد إنذار إداله إنذار عشان دايب قال إنذار التالت وميلعبش الماتش اللي جاي ضد المنافس دايب عمل ماتش جيد واحد ما حسب ليش ركلة جزاء ضد حارس المرمة دايب حكم جيد حكم جيد إزاي حكم جيد إزاي أنا عايز أعرف يعني أنا مش فاهم لو هو عمل مبارا جيدة زي المقكبات بيقوله زي المحللين ما بيقوله ومالعوان ورأس إيه كان عمل إيه زي حكم الفيديو إمبارح في الماتش كان جيد جدا هم عايزين كده هم عايزين كده حكام احتواء وظلم للنادي الأهلي طيب وبمناسبة الحكام بصراحة اختيار الكابتن طارق ماجدي وطقم التحكيم لماتش نقمعها كامل احترامي للكابتن طارق ماجدي أنا عندي تحفظ كبير عليه دي مباراة كاس دور قبل نهائي يعني لازم فايز في المباراة دي الحقيقة الحقيقة كنا نتمنى مع احترامي للكابتن طارق كنا نتمنى حكم أكتر خبرة وحكم برضه على الفيديو أكتر خبرة مش زي ما احنا شايفين طاقم تحكيم ممكن ممكن عشان ما ظلموش ممكن يتأثر بالضغوط والهجوم عليه أتمنى النهاردة الكابتن طارق ماجدي ربنا وفاوه يركز وبيعارف انه قدام ماتش مهم جدا 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 هيحدد الفريق اللي هيوصل للفاينل ده مجهود مشوار كامل في البطولة مش مجرد مباراة دوري ولسه فيه تعويد أنا كل اللي بقوله إن أنا مش عايز غير حق فيه شوية أخطاء من الحكام فيه شوية أخطاء من الحكام بس بتأثر بتأثر على نتاج المباريات بتأثر على زي محمود متولي فيه ما بعد واحد ما عملش حاجة خد انذار تالت توقفه ماتش اللي جاي نتمنى بس العدالة لينا والغيرنا لينا والغيرنا وأتمنى إن حكم الفيديو بره بتاع الفار يكون مركز مش زي اللي حصل في مباراة المصر الأخيرة ومش زي اللي حصل ماتش مبارح أنا بقولك من هنا الديني حقي ودي اسموه حقه الديني حقي ودي اسموه حقه وكمان فيه حاجة نقطة مهمة جدا 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 بمناسبة التحكيم برده حتة التركيز مع الوقت الوقت اللي بيديع بنشوف مثلا ودايما بيبقى في الشوت التاني بنشوف الشوت مثلا بيبقى على الأقل في وقت ضايع لا يقل عن عشر دقائق في بقى لعيبة تخصص تخصص سقوط عشان تضيع الوقت ومنهم وحراس مارمى منهم حارس مارمى النهاردة هنلعبوا بيتفنانوا في إهدار الوقت ما بيشوفش أي موقف من الحكم حتى لما بيكتب مثلا في الوقت الضايع ستة أو سبع دقائق ما بنلعبش دقتين ما بنلعبش دقتين في الست سبع دقائق ويقولك في الآخر خلاص ست سبع دقائق خلص مش فهم إزاي طب انت مديني ست دقائق يا عم يلعب الست دقائق ادي سبع دقائق يلعب السبع دقائق لما يكون في جول ولا لعيب ضيع 3-4 دقائق اديني حق اديني 3-4 دقائق هتقول لي هو انت هتجيب جول ما انت كان عندك 90 دقيقة ماشي يا سيد انا كان عندي 90 دقيقة ومعرفش اجيب جول بس انت هديني حق 3-4 دقائق ما هو حقي وحقي الفرقة اللي قدام ما تكونش حقنا ده حقي وحقي الفرقة اللي قدام تشعرفك ان انا في الوقت الضايع هجيب جول المنافسين دايما على فكرة المنافسين اللي بيلعبوا ضدنا ضد النادي الاهل يبيضيعوا الوقت لما بيكون في ضغط عليهم جامد جدا وانت قريب من المرمى بتاعهم فيروح واحد يقع واحد يعمل نفسه متعور زي ما محمود جاد قالك الماتش اللي فات لما وقع من غير اي حد ما ييجي جنبه قالك ده الكابتن حسام قال لي وقع علشان عايزين نغير طبعا اتخصامله بعد كده ما هو ده اهضار الوقت ده اهضار الوقت اللي احباطك يعني انا متضرر وكمان ما بتدينيش الوقت اللي هو حرس المرمى او اي لعيب ضيعه طب ما ده ظلم كبير سواء لي او للفريق التاني مش شرط النادي الاهلي بس فبتمنى من الحكم يركز معه الوقت اللي ممكن يديع من كل الاطرار لو الاهلي او الفريق التاني فيه وقت ضاع حسبه ما فيش اي مشكلة ده حق للمنافس زي ما هو حق ليه حق ليه المفروض يطالب بيه زي ما انا بطالب بيه انا بقولك بس عايز العدالة عايز العدالة عايز العدالة انت قاضي المفروض جاي تطبق القانون تطبق العدالة مش تتأثر بالضغوط وتيجي النادي على حساب نادي تاني يعني تيجي على النادي النادي الاهلي لحساب نادي منافس تطبق العدالة